صناعة الأقلام الرصاص يتكون القلم الرصاص من مكونين رئيسيين هما الجزء الخارجي المصنوع من خشب الأرز والجزء الداخلي المصنوع من مادة الجرافيت أو الكربون المخلوط بالطمي يتم قطع خشب شجر الأرز إلى كتل خشبية صغيرة ثم تقطع تلك الكتل إلى شرائح خشبية أصغر تعالج تلك الشرائح الخشبية عن طريق الشمع والأصباغ المختلفة وعن طريق إحدى الماكينات يتم حفر أخاديد غائرة بداخل الشرائح الخشبية لتوضع مادة الكتابة بداخلها وهي مادة مصنوعة من عجينة مكونة من الجرافيت والطمي توضع تلك المادة بداخل الأخاديد المحفورة يتم وضع كتل من مادة الجرافيت مع الرمل بماكينة الخلط لتقوم بطحن المواد داخلها وتحويلها إلى بودرة يضاف الماء إلى البودرة الناتجة ويخلط معها جيداً ويترك الخليط لمدة ثلاثة أيام ليتكون خليط باللون الرمادي يترك ليجف ويتصلب في الهواء مدة أربعة أيام أخرى بعد تصلب الخليط يتم طحنه ليتحول إلى بودرة ناعمة يضاف إليه الماء ليصبح على شكل معجون طري يمرر المعجون الناتجة خلال رأس تشكيل معدني يخرج منه على شكل خيوط رفيعة تقص وفقاً للطول المطلوب للقلم وتترك حتى تجف بعد أن تجف خيوط الرصاص توضع في فرن على درجة حرارة مرتفعة حتى تتصلب وتصبح ناعمة وقوية يقطع الخشب إلى شرائح أصغر حجماً بعرض ثمانية أقلام وبطول الأقلام التي ستنتج تحفر ثمانية حفر داخل القطع الخشبية على طولها لتوضع الرصاصات فيها يتم تغطية تلك الحفر بمادة صمغية وتوضع الرصاصات فوقها مباشرة وتغطى المجاري بقطعة ثانية بمادة صمغية وتوضع فوق القطعة الأولى يتم إدخال الشرحتين إلى ماكينة أخرى لإخراج الشكل النهائي للقلم الرصاص يقطع كل قلم على حدة ويعالج عن طريق صنفرته ليصبح ذو سطح ناعم في الخطوة التالية يطلى كل قلم ثم يكشط جزء من طرفه ليوضع فيها حلقة معدنية توضع فيها الممحا ليصبح جاهزاً للاستخدام تختم الأقلام بختم حراري لإظهار اسم الشركة المنتجة ونوعية أقلام الرصاص وأي ملاحظات أخرى ترجمة نانسي قنقر